يا شاء الله طبعا احنا اعتصامنا مستمر وماضين على طريقتنا السلمية باعتصامنا احنا كخريجي الاعدارة والاقتصاد والمعاهد المرابطة امام ديوان محافظة الذقار نعم اسمعك بشكل جيد سيد غايد فاكمل وانصافنا نعم نعم سيدنا العزيزة نطالب بالتعيين احنا الالف درجة الوظيفية هاي اللي العالم الطالب بي احنا ما تقدمنا الناصرية ما تقدمها لان احنا عدنا خريجين حوالي من اربعين الف الى خمسين الف احنا اللي نطالبه كمحافظة من كوبا ذقار النقطة السادسة تتولى وزارة المالية توفير فرص عمل ثلاثين الف درجة وظيفية ضمن موازنة الفين وعشرين اي مقرورة يعني قروها يعني مادام قروها اكيد لازم ينشروننا آلية للتعيين عليها احنا ذقار من كوبا ذقار الطا الشهداء ذقار ضحذ ذقار كل شي قدمت ذقار لازم يشوفوا لها حل اما بالنسبة للدكتور محمد هادي فهو رجال مشكور وممنون من عدة يعني الرجال جاي يسعى سوان اكثر من لقاء بالامانة العامة مدلس الوزراء الدكتور حميد الغزي لكن ماكو اي استجابة اي استجابة من الحكومة ماكو ولا اي وعود سيد غيث يعني لتهدئة التظاهرات التي مستمرة يعني لها فترة ليس هناك اي وعود من الحكومة او من اي مسؤول سيدنا العزيزة الوعود مستمرة وكل واحد يجينا نائب او وزير او شي يقول ان شاء الله على الموازنة وان شاء الله وان شاء الله لكن احنا ندري بيها ان هذه حلول يعني ما اعتقد موجودة يجونا بحلول اللي هي عقود مشاريع او عفو بطالة ومعرف شنو بس احنا هاي كلها راضين لان احنا خريجين الخريج هو واجبة ان امارس عمله بصورة صحيحة بدوائر الدولة لكن ماكو اي استجابة من الحكومة استاذ غيث يعني انت تحدثت عن موضوع الالف درجة وظيفية وقلت انها لا تخدم ابناء ذيقار والناصرية لكن لماذا لم تعلن اي عنالية تقديم لهذه الوظائف نعم هي لا تكفي لكن قد يحصل مجموعة من العاطلين عن العمل في ذيقار على بعض هذه الوظائف لماذا لم يتم الاعلان عنها حتى ستنا اذا عنا وعنها هاي اللي بدرجة راح تصير مشاكل كل شي هو هاي رقم واحد رقم اثنيا احنا عدنا المنسوبية والمحسوبية اللي موجودة بكل محافظات العراق الحزب الفلاني عشرين الحزب الفلاني خمسة وعشرين الحزب الفلاني ثلاثين وتتوزع بين الاحزاب الخريج كيش ما يحصل من عتا عدنا آلية التقديم يقول متزوج الى عشر نقاط العشر نقاط يعني انا ما نجيبها انا عمري ثمانية وعشرين سنة ما متزوج وما قدر اتزوج شون اجيب العشر نقاط على مدى تعين عوفيش منها يعدنا لازم سياسي او سجين لأدركت الابوي على مدى صيرا عدي شهيد على مدى تعين ما يصير هاي آلية تعبان ماكو اي حل غير انه ذيقار من كوبا النقطة الساسية اللي هي ثلاثين الف درجة وضيفية غيرها ماكو الالف ما بيها فائدة أبدا طيب اليوم تقارير ايضا تحدثت عن 16 بالمية نسبة البطالة بين الشباب في العراق بشكل عام برأيك من يتسبب بهذه النسبة ستنة العزيزة هي معروفة يعني سترحين لو التخطيط يسوي جرد على كل الدوائر راح يلقي انه المتعينين ما عدهم شهادة وانا احترمهم يعني بس هما ما عدهم شهادة انت شنون تخليه مارس عمله وعمله مو مو خاص بي لانه ما عده شهادة الثالث او سادس ابتداء او ما عده شهادة اصلا بسبب هاي الحدثة البطالة ماكو تعيينات يعني ستروح الاكثر من دائرة على سبيل المثال عدنا توزيع قطع اراضي لازم تروح للبلدية وللضريبة وللطابو دوائر فارغة ما بيها موظفين حتى يكملون الاجراءات القانونية بالتمليك يعني هاي شنو سبفها انا اريد اعرف سبفها سبفها التخطيط ماكو تخطيط يعني خرجين لدارة الاقتصاد ما مزاول عمله بصورة صحيحة ولما نزاول عمله بصورة صحيحة قضى على الفساد دوائر الدولة قضى على الفساد وموجود احد الاشخاص اخونا وصديقنا بدون ذكر اسمه هو قضى على الفساد بدائرة من دوائر الناصرية ما يدخلون الشاب هاي تحمل مسؤوليته ما يدخلون الشاب الدوائر الدولة على مود الفساد اللي هم مترابعين عليه الاحزاب يعني دمروا العراق كله مو بس الناصرية الأراق كلها الدمر سيد غيث هذه النسب التي نتحدث عنها نسب البطالة المرتفعة تنعكس بكل تأكيد على واردات الدولة برأيك كشاب اليوم ما هي الأفكار أو الحلول ربما لتنويع المصادر لتشغيل هؤلاء الشباب اليوم تحدثت عن أكثر من 30 فرصة وظيفية يجب أن توفرها الدولة لهم نعم ستنا العزيزة هنا نعوف 30 ألف درجة وظيفية أكو عندنا مصافي لازم تشتغل وعندنا مثلا على سبيل المثال هسا أبصد شيء أسوي لي مول يضم له ألف محل هذا الألف محل يجي واردات للدولة من أتهي والشاب مش تغلو وإيجار بسيط اللي هو 100 ألف أو 150 ألف بس هذا بعيد لأن إذا صار هذا الشيء بعد خمس سنوات أو ستة من مقاول المقاول ومقاول يبوق مقاول وضيع تنتهي تنتهي بين الأحزاب نحن قلنا طايحين بشلة فساد شلة تعبانة مع المفسدين يعني كلها محسوبية ومنسوبية ماكو ماكو أي أحد يتعين إذا ما منت بالحزب نحن نريد نقضي على هاي السافة ما نريد محاصصة نحن طلعنا صالنا سنة بالشارع نطالب بالتعين ونريد التعين ما نريد غير شيء الألف درجة وظيفية ما تفيدنا نعم نتمنى أن توصل رسالتكم سيد غيث الزرجاوي عبر دجلة شكرا جزيلا لك منسق تظاهرات الخريجين في الهيقات شكرا جزيلا لك منسق تظاهرات الخريجين في الهيقات